اكدت وزارة الاسكان ان مشروع مدينة شرق سترا يشهد انطلاقة متسارعة منذ الاعلان عن بدء تنفيذ الاعمال الانشائية والبنية التحتية في شهر ديسمبر الماضي والذي تنفذه الوزارة بشركة مع احدى كبرى شركات المقاولات الصينية وذلك في اطار مساعيها لتنفيذ الامر الملكي السامي لعاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه ببناء اربعين الف وحدة سكنية وتلبية امر صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله بتنفيذ ما يزيد عن ثلاثة الاف وحدة سكنية في خامس المدن الاسكانية الجديدة على ثلاثة مراحل بكلفة اجمالية تبلغ مائتين وستين مليون دينار واضحة ان تكلفة المرحلة الاولى تبلغ نحو واحد وتسعين مليون دينار وتكلفة المرحلة الثانية تتجاوز مائة واربعة وعشرين مليون دينار والمرحلة الثالثة والاخيرة تبلغ حوالي خمسة واربعين مليون دينار واضحت وزارة الاسكان انه منذ البدء في الاعمال الانشائية في المرحلة الاولى في ديسمبر الماضي حققت الوزارة تقدما على صعيد تجهيز المرحلة الاولى بالمشروع وهي المرحلة التي تضم تنفيذ اكثر من الف وحدة سكنية يجري العمل على انجازها حاليا حيث سيستمر العمل خلال الاشهر القادمة على تسوية الارض تمهيدا للبدء بتنفيذ اعمال البنية التحتية وانشاء الوحدات السكنية لتأتي المرحلة الثانية بعدها مباشرة والتي تضم ما يزيد عن الف وثمانمائة وحدة وقسيمة سكنية اما المرحلة الثالثة فتضم ما يزيد عن خمسمائة وحدة سكنية اشتركوا في القناة